إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثانيا صفات الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين فإن الإنزار وعدم الإنزار سواء بالقياس إلى الكافرين وإن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين مغلقة كلها في أرواح الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى ولا نور يوصوص لها ولا هدى جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنزار ولهم عذاب عظيم تلك النهاية الطبيعية للكفر العنيد الذي لا يستجيب للنذير ثالثا صفات المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ولكننا نجدها نموذجا مكررا في أجيال البشرية جميعا نجد هؤلاء المنافقين من علية الناس لا يجدون الشجاعة ليواجه الحق بالإيمان الصريح ولا يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجه الحق بالإنكار الصريح يخادعون الله والذين آمنوا نقف هنا أمام حقيقتين حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين أنه يجعل صفهم صفه وأمرهم أمره يضمهم سبحانه إليه ويأخذهم في كنفه ويجعل عدوهم عدوه وهذا هو التفضل العلوي الكبير الذي يوحي بأن حقيقة الإيمان هي أكبر وأكرم الحقائق والذي يسكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها والحقيقة الثانية تهديد للذين يحاولون خداع المؤمنين بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي الجبار وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخدعونها حين يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق وهم يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه وبالنفاق الذي يظهرونه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في طبيعتهم آفة وفي قلوبهم علة والمرض ينشئ المرض والانحراف يبدأ يسيرا ثم تنفرج الزاوية وفي كل خطوة يزداد سنة لا تتخلف ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إنه المصير الذي يستحقه من يخادعون الله والمؤمنين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير فقالوا إنما نحن مصلحون ومثلهم كثيرون جدا في كل زمان يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم وما تختل ميزان الإخلاص اختلت سائر الموازين والقيم والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية ولا يثوب إلى قاعدة ربانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي الإيمان بالله الإيمان بالله الخالص المستقيم المتجرد من الأهواء وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام ويرونه خاصا بالفقراء غير لائق بزو المقام فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فجاء الرد الحاسم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ثم تجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتبات بين المنافقين في المدينة واليهود الحانقين إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء إنما يضفون إليه الضعف واللؤم والتآمر في الظلام وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين ليتقوا الأذى وإذا خلوا إلى اليهود قالوا إنا معكم ونحن بهم مستهزئون بما نظهره من الإيمان والتصديق وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي الله يستهزئ بهم وما أبأس من يستهزئ به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ويمدهم في طغيانهم يعمهون يدعهم يتخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته والكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم ومدى خسرانهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كانوا يملكون الهدى فلو أرادوا لكان مبذولا لهم ولكنهم اشتروا الضلالة كأغفل ما يكون التجار ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقته الصورة الأولى والثانية ذلك أن كل من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء وفيه بساطة على معنى من المعاني الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة في اتجاهها أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة وهي في حاجة إلى مزيد من اللمسات ومزيد من الخطوط كيما تتحد وتعرف بسماتها الكثيرة وزيادة في الإضاح يمضي السياق يضرب الأمثال لهذه الطائفة ويكشف عن طبيعتها وتقلباتها وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاءً وإيضاحا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقدوا نارا فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها عندئذ ذهب الله بنورهم الذي طلبوه ثم تركوه وتركهم في ظلمات لا يبصرون جزاء إعراضهم عن النور صم بكم عمي فهم لا يرجعون عطلوا آذانهم فهم صم وعطلوا ألسنتهم فهم بكم وعطلوا عيونهم فهم عمي فلا رجعة لهم إلى الحق ولا أوبة لهم إلى الهدى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إن هذه الحركة في المشهد لترسم عن طريق التأثر الإحائي حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون بين لقائهم للمؤمنين وعودتهم للشياطين بينما يقولونه لحظة ثم ينقصون عنه فجأة بينما يطلبونه من هدى ونور وما يفيؤون إليه من ضلال وظلام